بسم الله الرحمن الرحيم طبعا حابة أقول حق جماهة العمير خادلك و أبارك حق نادي برقان فريق محترم طبعا كان يستحق في ثلاث مرات طبعا احنا بالشوط الثاني ضيعنا تقريبا ما يغارب ثلاث فرص أو فرصتين محققة لكن حارس برقان ما شاء الله عليه قدم براءة كبيرة يستهل الصبقة طبعا عن طموحاتي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تمثيل المنتخب الأول وتقديم الأداء اللي يرضي جماهة العميدة إن شاء الله كبتل منافسها في الخطة السنفة اللي أنا بيقول صعبة جدا بمجرد رابطة وقود فهد مجرد عيب أخوان شاء الله الأفضل تستمر وتنفس أو تأخذ فرصة كاملة كأعارة لا أكيد طبعا احترم أخواني الكبار فهد الهاجري فهد حموت عسين حاكم بشارقنا طبعا حذين أنا أتعلم منهم وأما سالفة العارة هذي يمكن ما تطلع مني أنا إن أنا قاعد بنادية هذا بيتي قبل الله يصير نادية هذا بيتي الأول فكذي يعني ما راح أطلع من نادية جمهورك وإيه الآن من تذب بالأداء بعض الشيء يو بتبعاتهم برسالة تطمين طبعا إحنا ندري إحنا اللاعبين ندري قبل الجمهور إن مستوانا ما هو المستوى المطلوب طبعا لكن نوعد إياه جماهيرنا العميد إنه بكاسوها أحد نقدوم المستوى اللي يرضى القلبة شعبا آخر حقا يا كبتل ناد الكويت هو الأبسط لتويدن في السنوات الأخيرة شو؟ ومع ذلك ناد الكويت أبسط لتويدن في السنوات الأخيرة ومع ذلك فيه هبوم وشكل مستمر عنه بكتك طبعا أكيد طبعا من السنوات الأخيرة ناد الكويت كان مستحق البطولات كلها طبعا طبعا هالموسم منت مثلا منتعارفة دوري تصنيف وأهم شيء هو الصعود حق الدوري فإن شاء الله بدوري ياي كل أحد إن شاء الله إن شاء الله شكرا